وبموازاة تصد المقاومة قر جيش الاحتلال صباح اليوم بمقتل جنديين في شمال وجنوب قطاع غزة وبإصابة ضابط بجراح خطرة جيش الاحتلال كان اعترف مساء أمس أيضا بمقتل ضابطين من جراء المعارك البرية في قطاع غزة بينهما نجل رئيس إركانه السابق وعضو كابينات الحربي جادي آيزنكوت ما يرفع العدد المعلن خلال 24 ساعة إلى 7 وعدد عسكريه القتلى منذ بدء الحرب البرية إلى 94